أكد سعادة سيد سامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر أكد على أهمية تقديم أفضل الممارسات التنموية المستدامة عبر تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي ذات العلاقة بمشروعات أفراد المجتمع جاء ذلك لدى ترأس سعادتها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر حيث أشاد وزير التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع بجهود فريق عمل بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية منوها بالحرص على ترسيخ سياسة التعاون مع كافة الجهاد ذات العلاقة بالتمويل للمشروعات المتناهية الصغر هذا وتم خلال الاجتماع أيضا بحث سبل استدامة المشروعات التنموية والخدمات الإنمائية التي تقدمها المؤسسة لعملائها والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تساهم في استمرار أداء دوره التنموي بكفاءة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا